بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 2 rc flat slab with drop panels and or capitals الكلام ده معنى ايه ان احنا عندنا لflat slab ممكن نستخدم drop panel زي ما احنا شايفين حوالين الcolumns ادي الcolumns اللي موجودة في drop panel هنا المقصود بالdrop panel ان انا عندي ادي السقف بنزود السمك بتاع السقف حوالين العمود يبقى ده السيكنس بتاع السقف تي اس ده تي اضرب وده الcolumns طيب يبقى ده التركيبة اللي عندي اللي هي باستخدام تي اس او تي اضرب بنستخدم الكلام ده ايه اللي احنا عايزين نمنع ان العمود ده يحصل له عملية بنشنج او اختراق لبلاطة السقف اللي عندي وبالتالي بنستخدم drop panel ممكن لو live load عالي جدا في حالة live load عالي جدا ممكن نستخدم drop panel مع الكابيتل بتاع العمود اللي احنا شايفينه دوت يبقى عندنا combination من drop panel والكابيتل بتاع العمود وده كله علشان نمنع موضوع البنشنج بتاع العمود داخل البلاطة طبعا بالنسبة ليه الفلاتس لاب بيبقى عندنا مجموعة من الشرايح في شريحة اسمها column strip وفي شريحة اسمها field strip column strip هي الشريحة المحتوية على مجموعة الاعمدة اللي عندك والفلات field strip هي الشريحة المحصورة بين column strips هادي شريحة وفي شريحة column الشريحة اللي بينهم هي عبارة عن field strip ننكمل advantage reduced slab displacement ده امتى لما نستخدم drop panel او كابيتلز يبقى احنا في الحالة دي بنقلل اللي ممكن تحصل فيه السقف increased slab shear resistance relatively flat ceiling يعني flat ceiling عندك بيبقى مفهوش بروزات كتير ولكن طبعا نتيجة وجود اللي drop panel في الحالة دي بيبقى فيه شغل في التشتباط عشان كده الكوست صحيح بتقل لكن مقارنة بالسقف اللي هو flat slab هي اعلى طبعا low story heights due to shallow floors ان ارتفاع المبنى بيقل نتيجة انك ارتفاع الدور نفسه بيبقى قليل امتى بنستخدم الكلام دوت في حالة الـ medium spans او في حالة الـ live load 50 والاسبان من 30 الى 35 او الـ live load 100 والاسبان اللي عندك من 25 الى 35 feet ترجمة نانسي قنقر